موسيقى بدأت وعاودت مرة أخرى الأسماك المهربة عبر الأنفاق المصرية بالدخول إلى مدينة غزة بدأت باليوم الواحد أو أصبحنا باليوم الواحد نرى هناك العديد من العربات تدخل مدينة غزة محملة بالأسماك المصرية وبالتقديرات هناك ما يقارب من 2 طن يوميا من الأسماك المصرية بكل الأشكال تدخل إلى مدينة غزة هي بتأثيرها بالتأثير السلبي على قطاع الصيد خاصة وأن المحروقات عالية جدا بقطاع الصيد تكلفة القارب الجر على ثبيل المثال يحتاج المركب اليوم الواحد إلى 5800 شكل ليغطي نفقات المحروقات وبالتالي هو بحاجة لأن يصطاد ما يقارب من 350 إلى 400 كيلو من الأسماك ليغطي محروقاته عادت هذه المشكلة الحقيقية للصيدين لظهور مرة أخرى خاصة وأن قطاع كبير من الصيدين يعتمد على الصيد القليل جراء الممارسات التعصفية لدولة الاحتلال عبر الحصار البحري الخانق نمسنا بعض التسهيلات كانت بصعوبة ومخاطر عالية جدا لأنه استطعنا أن ندخل بعض الأعشاب من خلال الأنفاق وكاد بالكاد يعني الواحد صار يتنفس الصعوداء شوية عن طريق الأنفاق اللي هي إيش بالظبط زيوت هالي نافسة فيه منافسة كبيرة بين البضاء المصرية لأن هي عن طريق الأنفاق وبالنسبة لهم ضعط المعابر تقريبا المثال هو العسل سعر النص اللي جبنا اللي هي البيتة واللي جبنا الفلمانكاي برضو سعر النص بالنسبة للبضاء المصرية اللي بتدخل عن طريق الأنفاق نحن بالنسبة لوزارة الزراعة نمنع منعا باتا أي بضائع لها وجود محلي في خطاع غزة وفيها اكتفاء ذاتي من الدخول سواء عبر الأنفاق أو الجانب الآخر البضائع الموجودة في السوق حاليا بالنسبة للفواكه معظمها تدخل من جانب الاحتلال الإسرائيلي لا يوجد أي فواكه أو منتجات زراعية تدخل من خلال الجانب المصري من خلال معبر كرم أبو سالم وما يدخل من خلال الأنفاق يتم تهريبه بطريقة غير قانونية اشتركوا في القناة